الجامعة الخاصة لفاس نظمت النسخة السادسة من أولمبياد المعرفة إدراك بمشاركة إثناثي عشرة ثانوية تمثل جهة فاس مكناس هذه التظاهرة التي تختبر معارف تلاميذ السلك الثانوي في عدة مجالات من قبيل الرياضيات والفنون والرياضة جرت على شكل مسابقة من عدة أشواط يتقابل فيها فريقان مكونان من ثلاثة تلاميذ من أجل المرور إلى الدور الموالي النسخة السادسة من أولمبياد المعرفة إدراك عرفت مشاركة العديد من ثانويات الجهة والغاية منها تقييم معارف هؤلاء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا وتوعيتهم بأهمية الثقافة العامة والفضول المعرفية الهدف من تنظيم الأولمبياد هو إشراك تلاميذ السلك الثانوي في لعبة ثقافية لإعطائهم الفرصة لتقييم مواهبهم ومهارتهم في عدة مجالات منافسة من هذا النوع من شأنها تحفيز التلاميذ على تطوير معارفهم والمشاركة في تظاهرات أخرى مماثلة وفاز تلاميذ ثانوية الويلوغران بفاس بأولمبياد هذه السنة بعدما تفوقوا في النهائي على زملائهم من ثانوية هاملتون ونال الفائزون جائزة قدرها 3000 درهم في حين ظفر الفريق الوصف بجائزة قدرها 1800 درهم ترجمة نانسي قنقر